ذهب وراء تلك الشجرة ليقضي حاجتي فإذا بكى قالت له كيف تبكي وأنت رجل أنا خرجت بك لأجل أن تحميني وتآنيسني وتبكي وتريد أن تقعد عندي وأنا أقضي حاجتي فيقف في الظلمة أول مرة يخاف 100% المرة الثانية يخاف 90% المرة التي بعدها يخاف 80% التي بعدها يخاف 10% التي بعدها تعود عندها تبدأ تربيه على أشياء من الشجاعة من القوة من الثقف في النفس من مواجهة المصاعب ومكابدتها حتى أصبح الزبير رضي الله تعالى عن بطلا قويا وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان الزبير يقاتل بسيفين في القتال يعني يركب على الفرس ويتمسك بالفرس بفخذيه وقدميه ويقاتل بسيفين سيف يمينه وسيف يساره من شدة قوته وثقته والزبير وأسمى بنت أبي بكر هما اللذاني ربي عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه فكان عبد الله أيضا شبيها بأبيه في قوة وثقته لم يذكر أن زوج صفية بنت عبد المطلب وهو العوام الذي زبير ابن العوام لم يذكر أن أباه كان له تأثيرا عليه إنما التأثير كان لأمه أكثر وهي أصلا كانت بطلة وقوية وكذلك لم يذكر بأن الزبير كان قد بذل شيئا كثيرا مع ابنه عبد الله وذلك لانشغاله بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمور المسلمين والتكسب لأهله لكن أسماء كانت تغطي مثل ذلك وكانوا أيها الأخوات فعلا يعدون أبناءهم لخير اليوم لا نزال نجد بعض الأطفال يصل عمره إلى ثمان سنوات وتسع سنوات ويحفظ لله الحمد خمسة أجزاء وعشرة أجزاء بفضل الله ثم بفضل أمة التي لا تزال تركض وراءه ويا أخواتي ترى إذا حرصت أنت على هذا الولد فعلا على تحفيظه وعلى تربيته وخاصة حفظ القرآن ما دام أنه لبنه بين يديك فقبل أن يصل عمره إلى خمس عشرة سنة وست عشرة سنة ما دام أنه في العاشرة ينقص عنها قليلا أو يزيد عنها قليلا اعلم أنك تستطيعين أن تشكله كما أردتي وسوف يطيعك فيما اشتهيتي لكن إذا بدأ يكبر وبدأ يقول لك لا لن أحفظ سأذهب مع أصحابي لن أحفظ أنا سأذهب بالسيارة اشتروا لي سيارة اشتروا لي هاتف متنقل افعلوا لي كذا غيروا كمبيوتري إذا بدأ يكبر وتظهر عنده آمال معينة يريد أن يحققها عندها قد يصعب عليك ذلك لكن ما دام أنه في أوائل سني عمره تستطيعين أن تبذل له شيئا كثيرا وأنت بلا شك مأجورة لو حفظتيه سورة قل هو الله أحد فإنه كلما قرأها صغيرا أو كبيرا فإن لك مثل أجره ليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا كل من دعا إلى هدى من دعا إلى خير يكون له من الأجر مثل أجور من يتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ويقول عليه الصلاة والسلام من دل على هدى أنت لو دللته على شيء من الهدى على شيء من حفظ القرآن بلا شك أنه إذا استفات سوف يفيدك أيضا أنت إذا كبرت والمرأة هي تولى أخوات أقدر على هذا من الرجل فعلا المرأة أقدر على هذا التعامل في ضبط الولد وفي تحفيظه القرآن في تربية التربية الصالحة أقدر على ذلك من الرجل كذلك المرأة أقدر على أن تؤثر في زوجها أيضا لذلك اذكرون أن الحجاج وهو الذي يعني عرف بجبروته وطغيانه وانفلات سيفة في قتل الناس وكما قال عمر بن عبد العزيز يقول عمر لو جاءت كل أمة يوم القيامة بطغاتها وجئنا بالحجاج لغلبناهم يقول الحجاج هذا طاغي لأمتنا يغلب جميع طغات الأمم الأخرى ومع ذلك يقول الحجاج لما قيل له من غلبك قال والله ما غلبتني إلا النساء ما غلبتني إلا زوجتي ما غلبتني إلا الجواري التي عندي وذلك أن المرأة يمكن أن تؤثر في الرجل بسلوبها ورفقها تؤثر فيه بصيانته بتحريصه على الصلاة على الدين إذن أنت تستطيعين أن تؤثري كثيرا في أولادك أن تؤثري في زوجك إن كنت ذات زوج تؤثري في إخوانك أن تؤثري أيضا في يعني النساء التي حولك أن تطوري أيضا من نفسك بحفظ القرآن بالحرص عليه بكثرة الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يسددك وأن يرزقك أهم شيء أن يتوفر فيك أمور أولا الثقة في النفس بعد الثقة في الله عز وجل والإخلاص له الثقة في النفس وعدم استحقار الذات لا تقولي في نفسك يعني أنا ماذا أستطيع أن أقدم أنا يعني مسكينه أنا امرأة يعني أنا حرمة ما أستطيع أن أفعل شيئا لا تحتقري نفسك بعد إخلاصك لله وثقتك بالله سبحانه وتعالى وفضله ينبغي أن يكون عندك ثقة في نفسك هل تستطيعين نعم أستطيع ما تعرفين طيب أتعلم علموني وأعرف طيب هذا صعب عليك طيب دعوني أحاول وأستطيع أن أفعل ذلك يا أخواتي إذا كان مجموعات من يعني نساء الكفار برزنا في أمور متعددة في تنصير واختراعات وتربية وغير ذلك فنساؤنا لسنا بأقل منهن ذكاء وحرصا واحتسابا ووجود دوافع داخلية أيضا على الجدية في العمل وفي الخير التي أنت مطالبة به أهم شيء ألا تشعري أنك صفر على الشمال احرص على القراءة والاستفادة احرص على حفظ القرآن أيضا بحيث أنك لا يمر بك شهر إلا وقد يعني حفظت شيئا من القرآن حفظت مثلا ربع جزء نصف جزء تشعرين أنك تقدمت قليلا في الخير احرص على أن يكون عندك يعني تزيي بالأخلاق الإسلامية مع من حولك من الناس لتكسبيهم ثم إذا نصحتيهم يتقبلون منك وما شابه ذلك أذكر من اللطائف في بعض القرى يحدثني أحد الإخوة أن امرأة هناك يعني كانت تحاول في يعني أن يفتح عندهم دار نساء تحاول أن يكون الإمام متحركا إمام المسجد لكن سبحان الله كأنما تنفخ في قربة مشقوقة يعني ما في مجال أن يتحرك معها أحد فهذه المرأة يعني يجتمع عندها أحيانا النساء نساء الحارة في الضحى يجتمعنا لمدة ساعة ساعة ونصف يتحدثنا ويتفرقنا إلى بيوتهن فصارت المرأة تجمع أشرطة واشترت مسجلا وإذا جاءت إليها النساء وضعت يعني القهوة والشاي وقالت طيب نحن اليوم عندنا درس عن سلة الرحم فيقولنا طيب ما شاء الله من لي بيلقيها أنت تقول لا والله لكن يلقيها علينا الشيخ فلان وتضغط على الشريط فإذا به شيخ يتكلم عن سلة الرحم لمدة نصف ساعة من غد أو بعد غد تعطيهن درسا آخر في فضل ذكر الله بعده تعطيهن درسا آخر فضل طلب العلم والسفادة النساء فوائد كثيرة بمثل مجلس الذكر الذي تقيمه وكان الشريط لا يتسمعه هي فقط بل تسمعه مجموعة ويحدثن به غيرهن أنا أعني أن الإنسان يعني إذا أراد التأثير استطاع بإذن الله أن يؤثر لكن المسألة تحتاج إلى جهد تحتاج إلى ثقة تحتاج إلى إخلاص لله سبحانه وتعالى أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكننا بما سمعنا أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكننا بما سمعنا ونجعلنا جميعا ممن يسمعون القول فياتبعون أحسن اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فترة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك أن لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيت ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقت اللهم ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو يحتاج إلى دراسة أو سداد دين أو زواج إلا يصرت له ذلك وأعنته عليه وأعنته عليه يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا لمتقين إماما اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوالهم في فرستين وفي العراق وأفغانستان وفي الشيشان وفي كل أرض من أرضك يا حي يا قيوم يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على رسول الله منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء منا الدعاء منا الدعاء منا الدعاء